السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذه الحصة الجديدة اليوم سنتطرق للدرس الأول من الوحدة الثانية صفحة رقم 26 إذن كيف أكتشف عن بعض خاصيات الهواء كيف أكتشف عن بعض خاصيات الهواء إذن أكتشف بعض خاصيات الهواء ألاحظ وأصف وأعبر عن ما تقوم به الطفلة والطفل إذن كنلاحظ هنا عدنا صورتين الصورة الأولى طفلة ماذا تفعل فهي تدخل الهواء يعني كتنفخ العجلة ديالها تدخل الهواء في عجلة دراجتها كتنفخ العجلة ديال الدراجة ديالها الصورة الثانية طفل كذلك يدخل الهواء في كورته كنلاحظ بأن هنا الكورة دياله شو ينفشوشا فيقوم بدخها بالهواء كي تصبح منتفخات إذن هاتشي اللي كنشوفه في الصورتين إذن من خلال الصورتين شنو التساؤل اللي يمكن لنا نطرحوه إذن قدرون تسألوا على الخاصيات ديال الهواء ما هي خاصيات الهواء بما أنهم يدخون الهواء بغينا نعرفو الخاصيات دياله أو بماذا يتميز الهواء إذن كسؤال إذن ما هي خاصيات الهواء قلنا في الحالة الأولى ما كانت العجلة في شوشا فإن كانت فيها واحد نسبة ديالهواء ولكن كيفاش كان ديالهواء؟ يعني كان منضغط يعني بحالة كان شوية مجموع منضغط ولكن من دخينا فيه الهواء بدنا ندخل الهواء في العجلة فقد يعني توسع الهواء داخل العجلة فانتفخت لا ما يمشوز هنا بالنسبة للكورة كنشوفوا الكورة بأن فيها شوية الهواء ولكن ديالهواء شوية يعني منضغط داخل الكورة ولكن مع الضخ فقد توسع الهواء داخل الكورة ومن توسع لنا الهواء الداخل أصبحت الكورة منتفخ إذن الخاصيتين ديالهواء اللي كيتميز بها هنا هو الانضغاط والتوسع في الأول كان منضغط ومن بعد منفخنا العجلة العجلة والكورة فقد توسع الهواء داخل الكورة إذن غاد ندير الهواء قابل للانضغاط والتوسع إذن الهواء قابل للانضغاط والتوسع نمر الأختبر باش نتأكدو نتأكدو من هاد الفراغ ديالي وضعنا أنجز المناولات التالية وأقارن ثم أستخرج النتائج وأدونه إذن ألون مكان الهواء في كل إناء وأملأ الفراغ في الجملة بما يلي شكلا خاصا الهواء مختلفة إذن أول حاجة نتأكدو من الأشخاص من الأخرج من الأشخاص سننضغط الهواء أقارن الأشخاص والهواء هو المتواجد داخل الإناء سنضغط الهواء ثم نضغط الهواء ثم نضغط ثم نضغط نضيف الهواء في كل إناء نضيف الفراغات يتخذ نضيف الهواء يتخذ الهواء يتخذ الهواء والاستنتاج هو أنه ليس للهواء شكل خاص وكما كان عنده شكل خاص يعني يكون عنده نفس الشكل يعني في كل إنا أتلقى نفس الشكل هنا 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 ليس للهواء شكل خاص ويتخذ أشكالا مختلفة يتخذ الهواء أشكالا مختلفة نحسب المكان الذي يتوجد فيه مختلفة إذن ليس للهواء شكلا خاص شكلا خاصا ليس بحل الأجسام الصلبة الأجسام الصلبة عندها أشكال خاصة أضع أو أضخ كمية محددة من الهواء في المحقنة ألف بسحب مكبسها إذن هذه هي المحقنة ألف محقنة هي واحد لسورانج سوف نملقوها أو نضخو فيها يعني الهواء نملقوها بالهواء كيفاش بسحب مكبسها المكبس هو هذا هذا المكبس يعني مني سوف نجبدوها اللور هذا الجزء الأسود سوف يصل إلى هنا سوف يخرج إلى هنا وسترجع إلى المحقنة ستصبح ممتلئة بالهواء إذن ومن بعد أن نضخ هذه الكمية في المحقنة ألف من المحقنة ألف إلى المحقنة باء الأصغر منها مرتين إذن هاي المحقنة ألف يعني الكبيرة اللي كانت عندنا هنا هاد الكمية دي الهواء اللي هنا سوف ندخوها في هاد الاسورانج باء اللي صغر منها بجوج مرات يعني هاد المحقنة صغر من هادي والهواء اللي عندنا في هاد الكبيرة سوف ندخوها لها المحقنة صغيرة إذن شنو كنلاحظو هوا السهم الهواء كان هنا أرجع هنا ألاحظو أملأ الفراغ في الجملة بما يلي إن ضغط كميته إذن شنو كنلاحظو كنلاحظو بأن الكمية اللي في المحقنة ألف يعني ملأت المحقنة باء لماذا؟ لأن الهواء اللي بداخلها انضغطة يعني تقلص وانضغط باش تقدلينا في هاد الاسورانج باء إذن تملأ كمية هواء المحقنة ألف المحقنة باء لأن الهواء انضغط بداخلها واضح؟ بما أننا قلنا بأن الهواء ما عندوش وحد شكل خاص يعني في الممادرسي هكيت ساع كان هنا أرجعنا في محقنة أصغر منه إذن أضخو هذه الكمية من المحقنة باء إلى المحقنة جيم يعني الصورة الرابعة أو ثاني الهواء اللي في المحقنة باء يعني هاد المحقنة الصغيرة غنضخوه وغنضخوه 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 المحقنة جيم اللي هي كبار منه الأكبر منها أربع مرات كبيرة عليها بثاف وألاحظه ثم أبنأ الفراغ في الجملة بما يلي توسع كمية إذن نفس شيء ذيك الهواء اللي عندنا في المحقنة الصغيرة دوزناه كامل المحقنة الكبيرة منها بربع دي المرات إذن الهواء هنا شنوقع له يعني هنا كان منضغط في المحقنة الصغيرة وتوسع في هذه المحقنة الكبيرة توسع يعني أخذ الشكل لهذه المحقنة الكبيرة إذن تملأ كمية هواء المحقنة باء المحقنة جيم لماذا؟ لأن الهواء توسع قمت بتهمية المحقنة محقنة جيم دي المحقنة كبيرة أو العكس كان عليا فتضغط الهواء ودووزناه المحقنة الكبيرة فتوسع الهواء أقارن أحجام كمية الهواء نفسها في المحقانات ألف وباء وجيم ما نقدر نقل على الكمية الهواء اللي في المحقانة ألف وباء وجيم نفس الكمية نفس الكمية اللي عندنا في هذه المحقانة هي اللي عندنا هنا غير هنا انضغطت وهنا توسعت إذن نقل كمية الهواء في المحقانات ألف وباء وجيم يعني متساوية أو نفس كمية الهواء ثم أملأ الفراغ في الجملة بما يلي الهواء مختلفة نفس حجما خاصا تملأ شنو غادي نديره تملأ نفس كميات الهواء أحجاما مختلفة يعني نفس الكمية دي الهواء كان ملؤ بها محقنة صغيرة كبيرة متوسطة إلى آخره إذن تملأ نفس كمية الهواء إذن استعملوا هات الكلمات استعملنا نفس الهواء أحجاما مختلفة لماذا؟ لأنه ينضغط ويتوسع إذن ليس للهواء حجم خاص ما عندوش واحد الحجم خاص تفهمنا؟ إذن استخلص أملأ الفراغات بما يناسب التوسع شكلا الاندغات ليس للهواء شكلا خاصا ما عندوش واحد الشكل خاص ولا حجما خاص يتميز الهواء إذن بقابليات التوسع يقدر يتوسع في شيء إناء كبير ونفس الكمية دي الهواء نقدر ندوزها لواحد الإناء الصغر منه وبالتالي سينضغط وقابلية الانضغط يتميزوا بقابليات التوسع وقابليات الاندغات نشوفو أستثمر التوسع وموحا نقوم بقابليات التوسع وقابليات التوسع مع سرينغ موحا نقوم بقابليات التوسع لكن نقوم بقابليات التوسع ونقوم بقابليات التوسع يعني ما كيطلع للفوق للتحت مبقى في بلاستو جو كوش لابون غيبونس يعني غنديرو علامة للجواب الصحيح يتو أفيرم لو إنان كومبريسيبل إنان إكسبونسيبل يتو كتقول لنا بأن الهواء يعني لا يندغط ولا يتوسع يعني غير قابل للانضغط ولا الماء بلتو الماء غير قابل للانضغط ولا للتوسع موحا أفيرم لو إي كومبريسيبل إي إكسبونسيبل وموحا يقول لنا بأن الماء يندغط ويتوسع إذن فينا هو الجواب صحيح دونك جواب صحيح هو دي اللي يتوب لو إي نان كومبريسيبل إي نان إكسبونسيبل يعني الماء غير قابل للانضغط ولا للتوسع ماشي بحال الهواء دونك هاد البيستون مبغاش يتحرك إذن بقاف بلاستو إذن الماء ميقدرش يندغطو الحجم ديالو يتقلص أو يرجعتو الساعة دونك ووالا إذن الماء عنده واحد الحجم خاص به ماشي بحال الهواء اللي الماء يحجمون خاص دونك ووالا هادية لسيانس ديالة دونك ووالا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر